اشتركوا في القناة تشييع الرسمية على أقرباء سموه فقط من آل الصباح الكرام وذلك امتثالاً لمتطلبات السلامة والصحة العامة رحم الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية وحفظ الله دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله ولد في السادس عشر من يونيو من عام الف وتسعمائة وتسعة وعشرين في مدينة لجهرة تلقى تعليمه في مدرسة لمباركية هو أول وزير إعلام والثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت وشغل منصب وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن ليرسم ملامح السياسة الخارجية الكويتية بكل اقتدار وليتعامل بكل حنكة سياسية مع مختلف الظروف والتحديات التي واجهتها الدولة الشقيقة تولى مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في التاسع والعشرين من يناير من عام 2006 خلفاً لسعد العبدالله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليه بصفته رئيس مجلس الوزراء قام مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من يناير عام 2006 بتزكيته أميراً للبلاد وبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة قاد البلاد بعزم على مسار التطور والنماء وفق رؤية استشرافية تستقرئ المستقبل وتضع الخطط الناجعة لترتقي البلاد وتتطور عاماً بعد عام في عهده الزاهر فشهدت دولة الكويت نهضة تنموية شملت مختلف المجالات من خلال عدة مشاريع تنموية في عدد كبير من المجالات التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية الالتفاف الشعبي حول قيادته والحب المفعم بين القائد والشعب كان سمة بارزة لدى الأمير الراحل وشعبه باد لهم الحب بالحب والوفاء وامتدت يد العطاء لتمسح الحزنة وتخفف الألم عن المنكوبين والمتضررين من الصراعات والحروب والكوارث فاستحق عن جدارة لقاب أمير الإنسانية خصاله النبيلة ومسيرته الحافلة بالخير أكسبته احتراماً من قبل الجميع شعوباً وحكومات رحم الله أمير الإنسانية شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة